موسيقى السلام عليكم وصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليم إذن العربية الفصيحة كان يجري كلامه على قواعد وقوانين لها وجود ضمنه في ذهنه فما القواعد والقوانين المعروفة عنده بالسليقة وما الأدلة والوسائل النقلية والعقلية التي استند إليها النحوي في اكتشاف قواعد النحوي نحو العربية وإثبات صحتها سنبحثم مشاهدينا كل ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العرب بعنوان أصول النحو العربي فاكونوا معنا أهلا بكم إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لسان العرب ونرحب بداية بضيفنا في الاستوديو الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة غيريسون التركية مرحبا بك دكتور حمدي معنا ونرحب أيضا بالدكتور أستاذ اللغة العربية دكتور محمد العمر مرحبا بك عبر الأقمار الصناعية محمد ناجي العمر مدرس العلوم اللغوية في جامعة اسطنبول 29 مايس مرحبا بك دكتور ومرحبا بكم جميعا نبدأ منك إذن دكتور حمدي بخيت والسؤال التمهيدي عن أصول النحو من مقصود بأصول النحو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعنا لهم بإحسان المدين وبعض في الحقيقة علماء النحو استفادوا من علماء الشريعة حيث إن علماء الشريعة وضعوا علما ضابطا لأمور الفقه حتى يكون الفقيه منضبطا في فتواه وفي فقهه وضعوا علما سمي بأصول الفقه فعلماءنا استفادوا هذا الأمر ووضعوا هذا العلم المسمى بعلم أصول النحو نعم والإجماع كان عند ابن جني دليلا كليا من أو إجماليا من أدلة لأصول النحو وبدلا منه عند ابن الأنباري يعني عند الأقدمين لم يكن هناك الإجماع عند الأقدمين موجود الإجماع موجود الإجماع نعم لكن عند أبو البركات ابن الأنباري نعم المتوفق 577 من الهجرة جعل أصول النحو ثلاثة نقل أي سماع وقياس واستصحاب حال وكأن الإجماع معروف فلم يذكره أتى السيط بعد ذلك في اقتراحه وجعل أصول النحو الأربعة جمعا بين كلام ابن جني وكلام ابن الأنباري ابن الأنباري حقيقة استفاد أصول النحو والخلاف بين نحات البصرة ونحات الكوفة من أستاذه في الفقه الشافعي الإمام الشرازي نعم نعم إذن دكتور محمد نرحب بك مجددا وتحدث دكتور عن استهلال لأقسام أصول النحو وهي السماع والقياس والإجماع وأيضا التعليل كما تفضل دكتور حمدي لنبدأ بالسماع يعني ما المقصود بالسماع في شياق أصول الاستدلال النحوية السماع أو الاحتجاج بالسماع لأنه في كتب أصول الفقه نجدهم يستعملون الاحتجاج أي الاحتجاج بالمسموع والمسموع جعلوه أولا للشعر الجاهلي قبل الإسلام نعم ثم القرآن الكريم ثم الحديث الشريف ثم شعر وكلام ونسر المخضرمين واستمر هذا المسموع محتجا به حتى منتصف القرن الثاني للهجرة قبله بقليل أو بعده بقليل نعم فالكلام الذي يحتج به هو هذه ما نقل من هذه الأربعة الشعر ما قبل الإسلام القرآن الكريم الحديث الشريف شعر المخضرمين واستمروا بعده إلى عام 150 للهجرة ولكنهم فصلوا القبائل التي يحتجوا بما سمع عنها أي بما نقل عنها نعم فصلوها عن القبائل المجاورة للأمم الأخرى يعني المسموع عنهم عفوان دكتور هما قسمان أعراب البادية ولنقول فصحاء الحضر في قلب الجزيرة العربية الذين لم يجاوروا الفرس أو الهنود يعني مثلا عبد القيس في البحرين لم يأخذوا لم يجعلوا كلامهم حجة نعم من كان مجاورا مثلا للقبط أو حتى لأهل الشام مثل الغسان نعم ما كانوا يقبلون بأن يكون كلامهم حجة على قواعد النحو نعم وبالتالي أرادوا أن يكون الاحتجاج باللغة الأصيلة الفصيحة التي لم تتأثر بلغات أجنبية أخرى هكذا نعم نعم طيب سأعود إليك أيضا دكتور محمد إذن يمكن تقسيم كما ذكر دكتور محمد أيضا يمكن أن نقسم النصوص المذكورة في ثلاثة أنواع دكتور حمدي هي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ثم كلام العرب الفصحاء طبعا نثرا كان أم شعرا نعم يعني في ما استقر عليه أصول النحو بأن القرآن الكريم بقراءاته المختلفة سواء أكانت متوترة أم شاذة يحتج بها نعم إذا كانت القراءة شاذة وأتت على خلاف القياس يحتج بالقراءة في الحرف الذي وردت فيه نعم ونسمع كثيرا فصيح استعمالا شاذ قياسا بالنسبة للحديث النبوي الشريف يحتاج إلى حلقة كاملة سنعند حلقة كاملة نعم بشأن ذلك أما بالنسبة لكلام العرب من الشعر قسموا الشعراء إلى ضبقات أربع ضبقة الجهليين وهذه الطبقة يحتج بجميع شعرائها قبل ظهور إسلام قبل الإسلام مثل امرأ القيس والنابي غذبياني وزهير بن أبي سلمة وغير هؤلاء فلحوا الإشارة من أصحاب المعلقات نعم وغيرهم وطبقة المخضرمين وهم الذين عاشوا فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام مثل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وغيرهم وهؤلاء يحتجوا بكلامهم يعني المخضرم تعريفه هو الذي عاش في عصرين في عصرين في الجاهلية وفي صدر الإسلام نعم طبقة الثالثة طبقة الإسلاميين مثل الجرير والفرزق والأخضل شواله النقائض نعم هؤلاء المعظم العلماء يحتجوا بشعرهم وخالف في ذلك بعض العلماء يعني كان أبو عمر بن العلاء يقول على جرير لقد حسن شعر هذا المولد حتى كدت آمر صبياني برواية شعره غريب أن يصفه بالمولد لأن المعاصرة حجاب في عصره فكان يحتج بشعر الجاهليين لكن الراجحة بأنه يحتج بشعر شعراء هذه الطبقة طبقة المولدين أو المحدثين الطبقة الرابعة نعم الطبقة الرابعة والتي تبدأ ببشر بن برد وهذه الطبقة جمهور العلماء على أنه لا يحتج بشعر شعرائها وخالف في ذلك الزمخشري في أنه احتج بشعر ببيت لأبي تمام أوس بن حبيب الطائي في تفسيره في سورة البقرة وقال أجعل ما ينظمه بمثابة ما يرويه لأن أبو تمام لأن أبو تمام له ديوان الحماسة نعم لكن هذا فيه فرق بين الرواية والدراية الرواية مبناها على أن ينقل كما قال الذين يحتجوا بكلامهم أما الدراية تحتاج إلى معرفة هل ما ينظمه هذا على القواعد التي اتفق عليها أو أنه يخالف فيها هذا رد تفتزاني وغيره على الزمخشري لكن وجد من اتبع الزمخشري ووجدنا في العصر الحديث مجمع اللغة العربية القاهري يفتح موضوع السماع إلى العصر الحديث ربما لأن شعر أبي تمام يعد شعرا يعني مطبوعا ليس مصنوعا كما قال بعض النقاد نعم هو قال ليس كالمتنبي نعم قال أجعل ما ينظمه بمثابة ما يرويه نعم أيضا دكتور محمد يعني هذا التقسيم يعني هل هو ثابت تقسيم الطبقات الذي ذكره النقاد وتفضل به قبل قليل دكتور حمدي ذكرنا أربع طبقات الآن ثلاث طبقات يحتج بها طبقة الجاهليين وطبقة الإسلاميين وطبقة الأموين أو المخضرمين نعم نعم فالطبقة الرابعة لا يحتج بشعرها وهي طبقة المولدين أو المحدثين كبشار والمتنبي وأبي تمام ماذا تقول في الاحتجاج بالنسبة لطبقات الشعراء هو نعم الإجماع يعني أكثر ما حصل هو كما ذكر الآخر الفاضل الدكتور حمدي أنه منذ منذ بشار بن برد 167 للهجرة فما بعد لم يحتجوا بكلام الشعراء ولكن بقيت قبائل منعزلة في أعماق الجزيرة العربية ظلوا يحتجون بكلامهم حتى منتصف القرن الرابع للهجرة وهذا نراه فيما كان يرويه ابن جني عن محادثاته مع بعض الأعراب الذين يأتون من البادية إلى الموصل فيتحرشون بهم ليتكلموا ويسمعوا ويسألونهم وأما في الحقيقة فقد توقف الاحتجاج ما بعد هذه الطبقات الأربعة التي ذكرها الأخ حمدي نعم هذا ما استقر عليه الحال ولكن هناك سؤال قد يتبادر إلى ذهن الجميع أنه لماذا المسموع لماذا الاحتجاج ما الذي دفع إليه ليثبت قاعدة نحوية الذي دفع إليه هو الحرص على ضبط كتاب الله وعلى تفسيره وفهمه والخوف على سلامة اللغة بعد أن تسعت الفتوح واختلط العرب بالعجم وأصبح هناك إمكانية لأن تتغير الألسنة وتضعف اللغة تفشي اللحن بسبب هذا يعني سببه تفشي اللحن في أصله في النثر أيضا دكتور قبل أن نذهب إلى فاصل ذكرنا الاحتجاج بالشعر وبعضهم يعني توقف عند من هرمة مع اختلاف الوفاة وعلى الأرجحية 176 كما يذكر دكتور حمدي وبعضهم قال 150 هجرية ولكن في النثر هل كما قيل في القرن الرابع الهجري حتى القرن الرابع الهجري الاحتجاج به هذا عند البادية هذا فقط للأعراب للأعراب الذين كانوا يعيشون في أعماق البادية في البادية أما عراب الحواضر الكبرى نعم فما كانوا يحتجون بنثرهم هذا ما هو يعني مثبت تقريبا في معظم ما رجعنا إليه من المراجع نعم أكذا طيب إذن مشاهدين الكرام فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب وحكيم الشعراء زهير بن أبي سلّة زهير بن أبي سلّة المزني حكيم الشعراء في الجاهلية قال في معلقته من بحر الطويل سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبى لك يسأمي وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقشت من يشتمي ومن يكذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويضممي ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقأ أسباب السماء بسلمي ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذنّاً عليه ويندمي ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدّم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلّمي سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسأل يوماً سيحرمي ترجمة نانسي قنقر مرحباً بكم الجديد مشاهدين الكرام في حلقتي هذا الأسبوع من لسان العرب وموضوعنا يتحدث عن أصول النحو العربي دكتور حمدي بخيت قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني وهو القياس ربما لديك تصحيح قد يقع به أغلب حتى طلبة العلم وربما بعض العلماء في جانب بشار بن بورد وما ينقل عن سيبوي ذكر السيوط في الاقتراح في علم أصول النحو نقلاً عن المرزباني بأن سيبويه احتج ببيت لبشار بن بورد تفادياً له عن أن يهجوه وهذا بالبحث في الفهارس التي أعدت لكتاب سيبويه سواء التي أعدها الأستاذ عبد السلام هارون أو الشيخ محمد عبد الخلق عظيمة أو غير هؤلاء لا يوجد لم يحتج سيبويه على التحقيق لا يوجد فهذه من الأمور التي ربما سهوا أو شيء من هذا القبيل أو كان في نسخة لم تصل إلينا الله أعلم لكن على التحقيق لا يوجد بيت لبشار بن بورد في كتاب سيبوي جزاك الله خير على هذه المعلومات دكتور حمدي إذن الأصل الثاني من وصول النحو العربي هو القياس فما معناه؟ القياس هو لغة التقدير التقدير نعم واصطلاحاً حمل غير المنقول على المنقول لعلة مع الاشتراك في الحكم يعني مثلاً جاء زيد زيد فاعل نائب الفاعل يحمل على الفاعل لاشتراكهما في علة الإسناد وهي علة الإسناد اللي هو تقدمه فاعل اسم تقدمه فاعل نعم اسم تقدمه فاعل فهو مرفوع الفاعل ما هو إلا اسم مرفوع تقدمه فاعل نعم مع الأمر موضوع أنه هذا مبنين المعلوم أو مبنين المجهول لكن هذا لماذا نائب الفاعل صار مرفوعاً لأنه أخذ حكم الفاعل نعم نعم ولذلك الأمور أغلب النحو كياس إنما النحو كياس يتبع يتبع وكل علم ينتفع نعم نعم وحتى إنهم عرفوا النحو يعني ابن عصفور يعرف النحو بأنه علم يستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه وبعضهم يعني يعني استغرب كيف يرد وينكر القياس لأن النحو كله قياس لو أنكر القياس لا نحو أغلب النحو قياس نعم لأن أغلب الأمور التي نتكلم بها قياس على ما تكلم به العرب فإن أتينا بشيء جديد يشبه ما تكلم به العرب كيف نتكلم به إلا من قيسه فهكذا فعل العلماء ووضعوا هذه الضوابط ووضعوا للقياس أركاناً أربعة نعم المقيس عليه اللي هو الأصل والمقيس الفرق والعلى الجامعة بين الأمرين بين المقيس والمقيس عليه والحكم والحكم سنتي عليه أيضاً إذن دكتور محمد نريد أن نتعرف عن باختصار مذهب البصريين والكوفيين في القياس البصريون تشددوا في قبول ما يقاس عليه في قبول النص أو المسموع الذي يقاس عليه فلا يقبلون بأن يحتجوا إلا بما ثبتت عربيته وفصاحته ولكن الكوفيين تساهلوا في هذا الأمر فكلما سمعوا حتى ممن كان قريباً من الحواضر كانوا يحتجون ويتساهلون في الاحتجاج ولذلك كثرت الاختلافات وكثرت الفروع لأنهم كانوا لا يتثبتون كثيراً في من يحتجون بقولهم بينما الأهل البصرة كانوا أكثر إحكاماً وأكثر دقة في اختيار ما يحتج به من النصوص أو مما يسمعون نعم بخصوص الأركان القياس الأربعة التي هي المقيس عليه والمقيس والعلّة والحكم يعني عرفها لنا دكتور محمد باختصار وإضاحة بسيط المقيس عليه هو النص المسموع عن العربي الفصيح نص المسموع يعني المنقول عن العرب عن العرب الفصحاء المحتج بلغتهم نعم هكذا والمقيس هو الفرع هو الجديد الذي نريد أن نتثبت أن نقيمه على الأسس القديمة يعني الصحيحة المقيس عليه هكذا نعم وأما الحكم فالحكم عليه بالرفع بالنصب يجوز لا يجوز نعم ولا بد في القياس من علّة لأن القياس يجب أن يكون هناك علّة ما بين النص المسموع يعني المقيس عليه نعم والمقيس الذي هو الفرع نعم هذه العلّة هي التي تجيب الحكم يعني لا تستطيع أن تقول هذا صواب إلا إذا كان اتفقا في العلّة نعم ومنهم والعلّة هي بنت القياس يعني ولذلك لا يخصص لها موضوع في لا نقول مثلا الاحتجاج القياس الاستصحاب الإجماع لا نقول التعليل نعم لأن التعليل من القياس نعم نعم يعني البصريون أرادوا أن يضبطوا القواعد النحوية ضبطا محكما فضيقوا واسعا الكوفيون أخذوا بالكلام بالقبائل التي يحتجوا بكلامها وبالقبائل التي احتكت بغير العرب نعم لكن بعض العلماء يعني يتكلم ويقول إن العلماء جميعا أجمعوا على أن قريشا أفصح القوائل العربية نعم وبها نزل القرآن الكريم نعم والجمع الثالث أغلبه كان على حرف قريش نعم وقريش يعني كانت لها رحلة الشتاء والصيف صيف وكانت تحتك بالحواضر المختلفة وقد ورد في القرآن الكريم بعض الكلمات التي نص العلماء على أنها من قبائل مثل لخم وجذام يعني وردت للخم تقريبا ورد لها موضعان وجذام تقريبا موضع وبعض القبائل وردت في القرآن الكريم لكن ربما هذا يرد عليه بأن قريشا كانت في سوق عقاض يستمعون إلى الأشعار والخطب وكلام العرب فينتقون أفضل ما عندهم فلعل هذا الذي ورد في القرآن الكريم ممن تخبته قريش وتكلمت به أيضا يعني مثلا في الآية وأسر النجوة الذين ظلموا هذه اللغة سماها ابن مالك أكلون البراغيث نعم ذكرت في القرآن هذا ليس لسان قريش يعني موضوع القريش الجامع الثالث كان أغلبه بلسان قريش أغلبه لكن بقى القبائل الأخرى موجودة وفيه من قال بأن ما وجد في المصحف في الجامع الثالث هو على حرف واحد وحرف قريش وما وجد من اختلافات هو من تقطف قريش من القبائل الأخرى نعم لكن الرأي الراجح بأنه أغلبه من وما قال به ابن عبد البر أغلب الجامع الثالث كان على حرف قريش نعم ووجد أكثر من ذلك في موضوع اللغة أكلون البراغيث حتى في القراءات فالقراءات والأحاديث والشعر يتعقبون ومع ذلك يقولون السمائية عند البصريين نعم هي قياسية عند الكفيين لكن البصريين أوقفوا على السماء أيضا دكتور محمد حدثنا عن مفهوم التعليل أو العلة النحوية ربما كيف نفسر هذه الظاهرة في النحو وقد ربما كثر الجدال فيها وما فائدتها فائدتها إثبات الحكم طيب لأن عندما نقيس نصا جديدا على نص ثابت أصيل لابد من أن يكون هناك علة نعم تجعل هذا القياس صحيحا العلل العلل موضوع طويل وكتبت فيه كتب نعم ولكن ما نخلص أو ما يفيدنا فيه أن العلة في أغلبها موجبة يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم نعم وكما يقول يعني صاحب الخصائص ابن جني العلة مبناها على الإيجاب نعم يعني إذا وجدت فالحكم واجب وأقسامها كثيرة لا مجال الآن للخوض فيها لأن فيها كتب لا يتسع لها المقام خاصة الزجاجي في الإضاح في علل النحو الزجاجي نعم وهناك كتب أخرى أيضا ويقال أيضا دكتور محمد بأن سيبويه قد أشار ربما ولو إلى إشارات في هذا الجانب في النحو في التعليل لا شك لأن النحو قياس والقياس لابد من علة فكتاب سيبويه مليء في هذا الجانب نعم ولكن توسع بعد ذلك وخصوصا عند الزجاجي توسع التعليل والعلة النحوية بشيء أكثر تفصيلا نعم هذا هو الذي حصل طيب دكتور حمدي الإجماع من أصول النحو يعني ما المقصود به وكيف نشأ هذا الإجماع نعطي فكرة سريعة عن التعليل تفضل نعم يعني التعليل بدأ من يعني بدأ بداية جزئية تعليلات جزئية على يد عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وبعده أبو عمر بن العلاء الذي استفاد التعليل من العرب كما يروي ابن جني عن الأصمعي أنه سمع أعرابيا يقول فلان اللغوب جاءته كتابي نعم فاحتقرها جاءته قال نعم أليس بصحيفة فأخذ يتكلم ابن جني كيف علماء العربية يسمعون أعرابيا جافيا غلفا هكذا يعللوا لما يقول ولا يعللون يعني بداية التعليل بصرية من البصرة من البصرة نعم ثم بدأ الخليل ابن أحمد وبدأ يستفيد التعليل والكتاب مليء بالتعليل لكن هذا النوع من التعليل تعليل تعليمي تعليل تعليمي نعم يعني هذا مرفوع لماذا لأنه فاعل هذا مرفوع لماذا لأنه مبتدأ هكذا التعليلات التعليمية اليسيرة لكن المراحل التي أتت العلة الكياسية أو علة العلة كما يسميها صاحب أصول الناح وابن السراج هذه أتت في القرن بداية القرن الرابع نعم ثم استفاضت ثم رأينا الفريق المضاد لهم ابن مضاء القرطبي ومن نهج نهجه ابن حزم أولا ثم ابن مضاء القرطبي الذين يقولون بالمذهب الظاهري في الفقه وفي النح غريب يعني أنكر وأبو حيان يقول بقولهم لأنه كان ظاهري المذهب في الأندلس وتشفع عندما ذهب إلى مصر صرص الشبيريا أصول الفقه قريبة من أصول النحو أصول الفقه يعني في نعم نعم في أصولها نعم كانوا أصلا علماء موسوعيين نعم أما بنسبة الإجماع نعم باختصار باختصار هو إجماع نحات البلدين البصرة والكوفة وهذا ما قاله ابن جني وقاله السيودي ولعلهم يقولون بأن المدارس الأخرى التي أتت بعد ذلك هي أصلا مأخوذة إما من البصرة أو الكوفة فلذا قالوا إجماع نحات أهل البلدين هكذا نعم الإجماع إذن دكتور محمد الأمر ربما أول من نبه إلى هذا الإجماع بشيء أكثر تفصيلا وإضاحا هو ابن جني في كتاب الخصائص وخصص البلدين أي المقصود بهما البصرة والكوفة نعم تفضل ولكن ابن جني صحيح صحيح أنه ذكر أن الإجماع المقصود به إجماع أهل البصرة والكوفة ولكنه لم يجعل هذا الإجماع حجة كما أنه حجة في الفقه فإنه لا أف ويقول لم يرد في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ كما جاء النص بذلك في كل الأمة نعم يعني فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وهناك حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة قال إن أهل الكوفة والبصرة لم يرد في قرآن ولا سنة يثبت أن إجماعهم حجة موجبة نعم بالنسبة استصحاب الحال في أصول النحو لأنه لم يتبقى وقت بهذا الجانب ماذا تقول دكتور محمد في استصحاب الحال الاستصحاب يعني أن يبقى الأمر على ما كان ما هو عليه يعني أن يستمر على أصله يعني مثلا بناء فعل الأمر على السكون يعني مثلا اضرب اكتب اعمل يقول هذا بني على السكون لأنه هو الأصل هذا الأصل نعم في هذا اللفظ عندما يعرب فعل الأمر نعم نعم فمثلا في الأسماء الأصل فيها الإعراب نعم أي تستصحب أصلها وهو الإعراب قالوا في الأفعال أصلها البناء البناء نعم فعندما يجدون فعلا مثلا فعل الأمر مبنيا على السكون يسأل لماذا يعني بنية على السكون يقول هذا استصحاب أي استصحاب الأصل فالأصل في الأفعال البناء وهذا فعل إذن هو مبني هي قاعدة ربما أصولية نعم هو أصله كله من قواعد أصول الفقه من أصول الفقه نعم يعني الإجماع والقياس والاحتجاج نعم كله هذا أصله من أصول الفقه في حقيقة في ختام هذه الفقرة نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول محمد ناجي العمر مدرس العلوم اللغوية في جامعة إسطنبول 29 من مايس وإن شاء الله ستكون لنا حلقات مقبلة شكرا جزيلا لك دكتور محمد وشكرا لكم وجزيلا لكم الله خير حياك الله سيبقى معنا دكتور رحمدي بخيت أمل أن مشاهدين الكرام فنبقى مع مشهد من المسلسل التعليمي أحلى الكلام وفقرة من الذاكرة عن ابن جني كان ابن جني إماما في النحو والصرف وفقه اللغة وعلم الصوت والعروض ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف فلم يصنف أحد في التصريف أكمل ولا أدق منه كل هذا هو الرجل من أصل يوناني لا تعجب يا حررة الأسلام ابن جني سحرته اللغة العربية مثل ما سحرت العديدين من أبناء الشعوب الأخرى التي أنعم الله عليها بنعمة الإسلام فظهرتهم بما فيها من دقة وجمال ومنطق وقدرة على التعبيق هل أذكركم بكلمة طريفة للعالم الشهير أبو الريحان البيروني تفضلي قال أبو الريحان البيروني والله لأن أوجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية كان ابن جني من أشد المعجبين بالمتنبذ أي بأعظم شعراء العربية نعم وكان يستشهد بشعره في البعان وهو أول من شرح ديوان المتنبذ وفي الوقت نفسه كان المتنبي معجباً ببن جني وذكائه وكان يقول هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس لا والله يا سيدي نحن في القرن العشرين نعرف قدره فما نزال ننظر إلى كتابه الذي أنوانه الخصائص في أصول العربية نظرتنا إلى كتاب جليل خطر في فقه اللغة فنحن نعتز بأن إمامنا ابن جني كان قد أورد في ذلك الكتاب قبل حوالي ألف سنة آراءاً سديدة في فقه اللغة تمت إلى علم اللغات العام وإلى علم الأصوات اللغوية دون أن تقتصر على العربية وحدها أخطأ الأستاذ فضعف الياء والصواب ابن جني بلا تضيح ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم الجديد مشاهدين الكرام ونجدد ترحيبنا بدكتور حمدي بخيت أستاذ الغر العربية في جامعة غيريسون التركية مرحباً بكم جديد أهلاً السلام قد وصلنا إلى فقرة البان القرآني عنوانها هذا الأسبوع حروف المعاني وأثرها في فهم المعنى القرآني دكتور لنبدأ بالتعريف في العربية حروف مبان ومعاني ما المقصود بهما؟ حروف المباني هي حروف الهجاء الإباء تأثى وهي قسمان حروف معجمة أي حروف منقوضة وحروف مهملة أي حروف غير منقوضة حروف المعاني مثل حروف العطف حروف الجر حروف الاستفهام وما شاكل ذلك وهذه الحروف من الأهمية بمكان لذلك جعلها علماء الدراسات القرآنية من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر وشرحوها شرحاً وافياً يعني سميت بحروف المعاني لأن لها معنى دلالي لها معناً يعني غير أن نقول مثلاً في حرف جر ولكن تفيد كذا لها معنى دلالي نعم نحن لا نتكلم عن الإعراف فقط يعني في حرف جر هذا جانب إعرابي لكن ما معناها اللغوي أكد هو المعنى اللغوي هو المشكلة ولذا علماء أصول الفقه جعلوا لها باباً كبيراً يسمى بحروف المعاني واختلفت الأنظار بين الأصوليين وفي معانيها واختلفت تابعاً لذلك الاستنبطات الفقهية من ذلك آية الوضوء المعروف يعني سنتحدث هنا دكتور رحمدي سنحاول أن نتحدث عن حرف الوضوء واو العطف وحرفي الجر نعم الإله والباء نبدأ بآية الوضوء نعم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين سورة المائدة سورة المائدة نعم في هذه الآية أو الجزء الآية فيها واو العطف فيها الباء فيها إله نعم نجد أن الفقهاء اختلفوا في الواو الواو عند علماء النحو بالنسبة للعطف تعطف مصاحبين فأنجيناه أصحاب السفينة تعطف لاحقا على سابق ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وتعكس وتعطف العكس وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك يوحي إليك النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك بالعكس بالعكس يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأصل لاحق نعم فعطف السابق على اللاحق نعم العكس هذا بالنسبة يعني معناها عند جمهور النحاة والأصوليين بأنها تفيد مطلق الجمع يعني الأصل الجمع الجميع اشتركوا في أمر ما عندما أقول مثلا جاء زيد وعمر اشتركا في المجيء سواء جاء زيد أولا أو جاء عمر أولا أو جاء معا هذا هو المعنى العام لكن النحاة منهم من قال بأنها لمطلق الجمع ومنهم من قال بأنها للترتيب ومنهم من قال بأنها للمعية نأتي للمشكلة في مطلق الجمع والترتيب طيب الذين قالوا للترتيب ومن النحاة أغلبهم كفيون الذين قالوا للترتيب نعم وأخذ بهذا الأمر الشفعية لذلك الذي مثلا يتوضع ويغسل يديه إلى المرفقين قبل وجهه يعيد الوضوء مرة أخرى لماذا لأن وضوءه بطل من أجل أنه أخضأ في ركن من الأركان وهو الترتيب لمن يأخذ بهذا لمن يأخذ بهذا طيب فقالوا بأن الترتيب ركن لأن الواو تفيد الترتيب الذين قالوا بأن الواو لمطلق الجمع قالوا الترتيب سنة الحنفية أخذ بهذا الرأي ولذا الذي ينسى غسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين يغسل وجهه ويتم وضوءه جائز عند الحنفية نعم جائز عند الحنفية من الأمثلة الأخرى أيضا على الواو ثم نعود إلى إله قول الله سبحانه وتعالى إن الصفى والمروة من شعائر الله لما نزلت هذه الآياء الصحابة سألوا بما نبدأ فالذين قالوا بأن الواو للترتيب قالوا الصحابة سألوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابدأوا بما بدأ الله به فقالوا بأن الواو تفيد الترتيب الذين قالوا لا قالوا لأن الواو حرف مجمل فلذا سألوا فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يبدأون بما بدأ الله به لأن الشيء الذي يبدأ به له أهمية وله عناية في الذكر فلهذا تم البدء بهذه الأمور أيضا فيه آية في الواو آية قبل أن نخرج إلى فاصل تفضل نعم في موضوع التسميع على المذبوح نعم وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ هل الواو هنا عاطفة نحي إعرابية أو استئنافية أو حالية فريق قالوا بأن أي ذبيحة ينسى أو لا يذكر الذابح اسم الله عليها لا يذكر الذابح اسم الله عليها حرام لا تؤكل نعم وهنا الواو عاطفة أو استئنافية نعم الفريق آخر قالوا لا إن تركها ناسيا تؤكل وإن تركها متعمدا لا تؤكل الجمهور نعم الشفعية ومعهم بعض الحنابلة قالوا بأن الواو هنا حالية وأنه لفسق أي حال كونه فسقا والفسق فسر في آيات أخرى بأنه ما يذبح لغير الله عز وجل تحتمل ربما كل هذه الوجوه يعني في النحو نعم في النحو نعم في النحو في الأمر الثالث أرجح من الرأيين السابقين لأن البسملة أو التسمية في قلبه كل مسلم والمولى عز وجل أبحن لنا أكل طعام أهل الكتاب وهم لا يسمون وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم وهم لا يسمون وفي بادي الأمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم كانوا يأتون إليهم بلحم بعض الصحابة ولا يعرفون قال سموا أنتم وكلوا فأهم شيء الذي يأكل يسمي ويأكل إذن سنتي إلى حرف الجر إلى ثم الباء ولكن فلنتوقف مشاهدين الكرام الآن مع فقرة صحيح القول خفف ولا تشدد يقول بعضهم أكفاء جمعا لكف والصحيح أكفاء بتخفيف الفاء لا بتجديدها فهم يخلطون بين كفيف الذي يجمع على أكفاء وكفء الذي يجمع على أكفاء ويقولون في جمع وفاة وفيات بكسر الفاء وتجديد الياء والصحيح وفيات بفتح الفاء وتخفيف الياء لا تجديدها كجمع فتاة على فتاة أما وفيات بالتجديد فهي جمع لوفية نسبة إلى الوفاء ويقولون صمام الأمن أو الأمان بفتح الصاد وتجديد الميم وهذا خطأ والصحيح صمام بكسر الصاد وتخفيف الميم ويقولون توجد بعض الهنات بتجديد النون أو الهنات بكسر الهاء وهو خطأ والصحيح الهنات بفتح الهاء وبتخفيف النون لا بتجديدها والهنات جمع الهنة وتعني الخطأ اليسير أهلاً بكم الجديد مشاهدياً الكرام نستكمل فقرة البيان القرآني حروف المعنى وأثرها في فهم المعنى القرآني وصلنا دكتور حمدي إلى حرف الجر إلى واغسلوا أيديكم إلى المرافق غسلوا اليدين إلى الذين يقنصوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هل المرفقان يدخلان في الغسل هنا إلى أصل معناها أنها تفيد الغاية انتهاء الغاية فانتهاء الغاية سواء أكانت مكانية أو زمانية هنا هل المرفقان الغسل يدخل فيه المرفقان أو لا يدخل فيه من قال لانتهاء الغاية وهذا هو الرأي الراجح وفيه من قال بأن إلى بمعنى معه فالذين قالوا بأن إلى بمعنى معه قالوا بأن غسل المرفقين واجب والذين قالوا بأنها لانتهاء الغاية قالوا بأن غسل المرفقين ليس واجبا وإنما هو سنة وأخذوا هذا الأمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأمر الجماعة قالوا لا ننظر إلى ما بعد إلى إن كان من جنس ما قبلها يعني إذا كان المغية من جنس إن كان الغاية من جنس المغية تدخل في الحكم وإن لم تكن من جنسها لا تدخل يعني وأتم الصيام إلى الليل الليل ليس من جنس النهار فلذا لا يدخل في الحكم أما المرفقان فهما من جنس منهم من قال بأن إلى ليست للإدخال وإنما للإخراج لأن اليد من أول الأصابع إلى المنكب فعندما أتت إلى بيّنت اليد لأن اليد مشتركة في كلام العرب إما الكف أو إلى المرفقين أو إلى المنكب فعندما أتت إلى بيّنت الداخل ولم تبين موضوع الخارج جقة في حروف المعاني وضح هذه الأشكالات نعم نعم بقي لدينا حرف الباء حرف الباء برؤوسكم يعني الاختلاف هل المسح لكل الرأس أو المسح لبعض الرأس الذين قالوا كل الرأس قالوا بأن الباء زائدة توكيدية وزيادة النحوية معناها التوكيد وليست الحشو والذين قالوا بأن بعض الرأس قالوا بأن الباء تبعيضية واختلفوا موضوع البعض من الرأس منهم من قال الربع من قال الثلث ومن قال ثلاث أصابع ولا تقل عن ذلك عند الحنفية نعم نعم فبهذه الكيفية الاختلاف في معنى الباء أدى إلى الاختلاف في الاستنباط الفقهي في ختام هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا دكتور حمدي بخيت وستاذ لغة العربية في جامعة جيرسون التركية بسكل ختام مشاهدين الكرام سأكون مع ابن جني هذا الأسبوع فارسا نحو الصرف في سيرة عالم هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من أصل رومي ولد في الموصلي سنة 22 و300 من الهجرة وقام بعد الموصلي ببغداد صاحب ابن جني أبا علي الفارسي أربعين سنة فلزمه منذ صغره وسفر معه وسكن بغداد وعتنى بالتصريف وقد أخذ عنه عمر بن ثابت الثمانيني وعبد السلام البصري كان ابن جني من أحذق أهل الأدب وعالمهم بالنحو والتصريف إلا أن علمه بالصرف كان أقوى وأكمل من علمه من نحو قال له أبو علي الفارسي زببت وأنت حصرم فلزم شيخه أربعين سنة وقد اعتنى بالتصريف ولما مات شيخه أبو علي تصدر ابن جني مكانه ببغداد نعته الثعالبي في يتيمة الدهر بقوله إليه انتهت الرياسة في الأدب وقد صحب أبو الطيب المتنبي دهرا طويلا وقرأ عليه ديوانه ثم شرحه ما إن يذكر ابن جني حتى يذكر كتابه الشهير الخصائص وهو كتاب في أصول النحو يبحث في خصائص اللغة العربية وتهتم أغلب مباحثه بما يخص فلسفة تلك اللغة ومشكلاتها وفي خلافة القادر توفي ابن جني في بغداد وهو في السبعين من عمره سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة من الهجرة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة